الكل يترقب بحذر التطورات العسكرية في جنوب لبنان كما يفعل في غزة لما قد تحمله في هذه الجبهة من انعكاسات كبيرة إذا توسعت إلى حرب كبرى عسكريا يلعب توقيت الحرب الإسرائيلية على غزة ضابط الإيقاع لما يحصل بين لبنان وإسرائيل لكن الصورة الميدانية تخفي خلفها مخططات ومشاريع سياسية لم يعلن عنها بعد أبرز تلك المشاريع كشفت عنها مصادر أمنية للحدث وتبدأ بتدابير ميدانية لحزب الله كالتعبع العسكرية العامة التي تشمل المناطق اللبنانية تكافى حتى تلك التي لا يسيطر عليها حزب الله سياسيا أو شعبيا وتعلل المصادر معلوماتها بسعي حزب الله إلى حشد أكبر عدد من التنظيمات المسلحة على جبهة الجنوب بحثا عن غطاء سني لدوره في الحرب المزمعة لعدم تحمل نتائجها وحيدا وعلى هذا المنوال أعاد حزب الله إحياء خليها النائمة داخل المناطق السنية ولسيما في العاصمة بيروت وبعض مناطق الشمال التي تغيب عنها القيادات السياسية الحاضنة لنتابع بالتزامن مع تطورات الحاسلة في غزة وفلسطين وأفساحا في المجال لكل حر وشريف بحق مقاومة الاحتلال تعلن الصراية اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي عن فتح باب الاستقطاب إلى تشكيلاتها للمزيد من المعلومات التواصلة على الأقام التالية مع القائد الحج كرار ضمن مدينة بيروت هلأ فتحنا هذا الباب ضمن نطاق بيروت بعد شوية وقت في كل لبنان لنفتح بواب بإذن الله الصراية اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي هي مش فقط للطائف الشعية لكل طواقف لبنان المقاومة الشريفة بالمرتب الأولى لكل أهل السنة إخويننا أهل السنة الشرفاء وتعد سرايا المقاومة الفصيل السنية التابع لحزب الله والذي يسعى عبره لتجنيد أكبر عدد ممكن من المقاتلين السنة في صفوفه سعيا لكسب الغطاء فانضم مفصائل مسلحة إلى قائمة تنظيمات المنضوية في محور الممانعة لا يشكل مكسبا عسكرية لحزب الله بحسب خبراء ويستغل حزب الله إلى جانب غياب قيادة سنية سياسية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية حيث يخصص مبالغ مالية مقابل القتال ونقل المعلومات الاستخباراتية بحسب مصادر الحدث سياسيون وناشطون عرضوا نشاط حزب الله في مواقع عديدة وعبر موقع التواصل الاجتماعي ناشدت صحفية المعارضة مريم الحام وزير الداخلية تدخل وقالت مريم في تغريدة هناك مجموعة إرهابية تجند شبابنا في طريق الجديدة لخوض الحرب ولتسليحهم بطريقة غير قانونية كذلك النائب السابق المعارض فارس سعيد ناشد القضاء التحرك وأبد استغرابه في تغريدة من مخطط حزب الله وتوقيتها لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر